نظمت صباح اليوم وزارة السروة الحيوانية والإنتاج الحيواني ورشا لتحديث الخطة الوطنية لدعم القطاع الرعوي في الساحل وذلك بقرية باكرا بحضور ممثلين من الوزارة ومناديب الأقاليم وبعض الجمعيات الرعوية والمدنية تقرير آدم أبو بكر إدريس طبقا لمبادرات المشروع الإقليمي لدعم القطاع الرعوي في الساحل حيث عكف قرابة 39 مشاركا في ورشة خاصة لتهديث الخطة الوطنية لمعالجة الأزمة الرعوية من جهة وزارة السروة الحيوانية وبدعم من المناسقية الوطنية بالتعاون مع المشروع الإقليمي لدعم الرعاة في الساحل وفي معرض حديثه المناسق الوطني أحمد حسن موسى أبان بأن القطاع الرعوي عد من الأناصر الحامة في التنمية البشرية ومكافهة الفقر وسوء التغذية ذلك إذا ما استقلت الاستغلال الأمسل وفي ثنايا حديثه المدير العام لبرنامج تقوية الكفاة بوزارة السروة الحيوانية كرام جبرين حيث تفضل بالقول واصفا الورشة ومخرجاتها بأنها ترمي إلى تحقيق البرامج الإنمائية والقضاء للبتالة والفقر وتأمين الغذاء وخلق فرص عمل على المستوى المحلي وأوضها بأن الوثائق التي تحوي الموضوعات ذات الصلة بالإحصاء في السروة الحيوانية والتي تتمتى بها البلاد بأكبر قدر من رؤوس الماشية قدر بـ 94 مليون رأس من الماشية حسب الإحصال الخير لعام 2015 الجزير بالإشارة فإن هذه الأعداد الكبيرة من الماشية تتطلب بالضرورة إلى وضع آلية وعداد خطة وطنية لتعمين المراعي في شاد